اهلا بكم فيديو مقارنة الكاميرات ما بين الايفون 16 Pro Max والS24 Ultra تفتكروا ان واحد هو الايفون وان واحد هو السامسونج اكتبوا لي تحت في التعليقات وده اعتبروه زي وردو اختبار الصوت شوفوا اذا كان فيه فرق في الصوت ما بينهم خلي بالكم ان ما بين ال S24 Ultra وال 15 Pro Max ما كان فيه فرق في الصوت زي ما قلت في المقارنة فشوفوا هل دلوقتي فيه مقارنة فيه فرق ما بينهم ولا لا وقبل ما نكمل المقارنة الايفون هو اللي كان على شمال السامسونج هو اللي كان على يمين هل ترى خمينتوا صح او لا المقارنة دي كانت فيها مفاجآت بصراحة انا ما توقعتهاش واكتر مقارنة اش في كان فيها مفاجآت وحاجات ما حصلتش في اي مقارنة تانية من اللي انا عملتهم في الاربع سنين اللي فاتوا هنشوفهم طبعا مع بعض بس احب افكركم ان كل حاجة انتوا شايفينها زي ما هي خارجة من التليفونات بالزبط انا معدلتش حاجة معدلتش في الصوت ما استخدمتش الاوديو ميكس معدلتش الوان كل حاجة زي ما هي طالعة من التليفونات حطتها وزي ما انتوا شايفينها بالزبط وعشان يبقى عندكم مرجع للون التيشرت بتاعي عشان دي حاجة مهمة جدا وهتشوفه ليه انا هحطولكو دلوقتي الفريم اللي انتوا شايفينه ده من الفيديو اللي فات هو ده لون التيشرت الحقيقي نصور بالكاميرا وده برضه عشان يبقى في بالكو وانتوا بتشوفوا لون التيشرت من التليفونات وبما ان انا شفنا تصوير الفيديو على الكاميرا السيلفي فعايز اقولكو على الحاجات اللي انا لاحستها عشان ما نرجع لوش تاني الكاميرا السيلفي اللي اتنين اول ما بدأنا الفيديو اللي اتنين كان الاداء بتاعهم ممتاز وشبه بعض وقريبين جدا من بعض لكن وانا بتحرك وظروف التصوير بتتغير والشمس مكانها كان بيتغير الصورة بتاعت السامسونج الالوان بتاعتها والديناميك رينش بتاعتها كانوا بتاثروا بشكل كبير يعني في لقطة هتلاقيني مثلا وشي باهت جدا التيشرت كان بيباباهت الصورة بتقبأ ملسوعة لكن طول ما الظروف التصوير بترجع تتحسن او تبأ مظبوطة او معتادلة اكتر فالسامسونج بيديك اداء كويس جدا وتعالوا بقى نكمل اختبار الصوت عشان تشوفوا المفاجآت اللي حصرت يلا بينا انا دلوقتي اتصورت وخلصت مفاجآت الكاميرات وخليني اقولوكو بقى اختبار صورة الحاجات اللي انا لحظتها عشان كانت غريبة اول حاجة الايكون الشاشة بتاعتها الاسرع من السامسونج وحاجة كمان انا لحظتها الايكون انا شايف ان التريفون ان اتنين تريفونين دلات السخنين تمفيتشر فصل تمفيتشر فصل طبعا دي كانت مفاجأ انا متوقعتهاش كان بيجيلي كتير في مكانات قبل كده ان التريفون بيسخن التريفون الفلاش فصل عشان السخنية لكن دي اول مقارنة التريفون يفصل في نص المقارنة طبعا الجو كان حار جدا يعني انا مش هكزب عليكم لكن التريفون اللي كانوا بيصوروا نفس الصور ونفس الفيديوهات وفي نفس الظروف في التصوير لكن السامسونج هو اللي كمل خلينا اقولوكو على الحاجات اللي انا لحظتها عشان وانتو بيتكملوا اختبار الصوت تاخدوا بالكم منها عشان ما نوعدش نرجع ونعيد تاني اول حاجة من نسبة للصوت انا ملاحظ ان الصوت بتاع الايفون هو واطي بس لو اخدتوا بالكم صوت الضوضاء نفسه كمان واطي وصوتي هو اللي واضح اكتر من صوت الضوضاء لكن على السامسونج اللي اتنين صوتهم عالي فانتو تفضلوا ايه تفضلوا الصوت الواطي وممكن تعلوه من غير ضوضاء او تفضلوا الصوت العالي وللرأيكم ايه برضو تحت في التعليقات وتاني حاجة هتلاحظوها ان الفيديو على الايفون فيه دايناميك رينج احسن فيه الوان احسن والحاجات دي هتلاقوها واضحة في لون التيشرت لون البشرة بتاعتي الالوان اللي حواليها السامسونج هتلاقي فيها لسعة شوية كمان من الحاجات اللي لاحظتها وممكن هتبان اكتر في الكاميرا للتليفوت لما تشوفوها ان الحدة عالية جدا على السامسونج لكن الايفون الصورة شكلها طبيعي وكانها طلع من كاميرا وزي ما شايفين الكلام ده مش بس في ظروف التصوير الصعبة والشمسة كانت ضربة فيها في ظروف التصوير اللي انا كنت اعمل فيها اختبار الصوت لا وكمان في ظروف تصوير احسن يعني الدنيا ضل نفس الملاحظات هتلاقوها ومن الحاجات التانية اللي هتلاحظوها ان العزل الخلفية الطبيعي في الكاميرا الرئيسية احسن على الايفون والسامسونج تقريبا شبه مافيش عزل الخلفية طبيعي تعالوا بقى انكمل اختبار الصوت وشوفوا الملاحظات اللي انا اتكلمت عنها ولاحظوها في الفيديوهات اللي هتشوفوها دلوقتي التانية حاجة لاحظتها ان الايفون درية حارة وعيد جدا اكتر من السامسونج وبقى فعلا يعني انت بتمسك الموضوع مش مريح لو انت مسك في ايدك او بتلمسك ايدك السامسونج سخن وسخن لكن مش زي الايفون ما سخن طبعا زي ما شفتوا دلوقتي الايفون اصل فصل وانا بتكلم في الفيديو الايفون فصل فصل خالص فصل حرارة وانت الكل كان يعلق مني في اخر فترة اصل قبل ما يفسل بشكل كبير من بيش عافة الايفون اصلا وانلأ وتانيت ان اصور اكتر ب حاجة اكتر من مرة عشان اعرف اذا كانت اتأكد انها هتصورت فزي ما قلت لو انت بصور في الحر فصل الحر ده ايفون مش حسن سلاة هللا وحسوا الحاجات اللي انا اتكلمت عنها او لا اعيز اتكلم عن حاجة دلوقتي احنا اتكلمنا ان الايفون سخن وفصل لكن السامسونج كان بيعمل حاجات غريبة في تصوير الفيديو خصوصا في وضع البورتري او السينيماتيك فيديو انا مش عارف ده دي مشكلة في التريفون لكن انا لما عملت الاختبار ده قبل كده ما حصلش الموضوع ده او دي مشكلة من التريفون سخن فالأداء بتاعه كان بيهيس تعالوا مشوف السينيماتيك في تصوير السيلفي هتلاحظوا ان السامسونج هنا الصورة بتاعته عمالة بتقطع بسدروب فريم وده كان غريب انا لما جيت وتأكدت على المونتاج اللي اتنين بيصوروا بتلاتين فريم في الثانية فمش مثلا فرق فريمات فالتريفون بيقطع اللي اتنين بيصوروا تلاتين فريم في الثانية ونفس الكلام حصل وتكرر في تصوير السينيماتيك او البورتري فيديو بالكاميرا الرئيسية وطبعا بشكل عام تصوير الفيديو للسينيماتيك او البورتري كان في نفس الملاحظات اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده في تصوير الفيديو العادي لكن فكرة انه ها بيقطع انا قبل ما اعمل مقارنة انا اعمل اتنين اخر تحديثات طبعا الايفون كان لسى على ايو اس 18 ما كانش نزل ال 18.0.1 والاس 24 اولترا قد تعمله اخر تحديث موجود على التريفون دلوقتي انا اسألكو على حاجة انتو عارفين ان الاس 24 اولترا بيصور فيديوهات 4K 120 فيم في الثانية بس ما تعملش عليه الضجة والهايب اللي حصلت على الايفون 16 وبتالي في سبب لكده تعالوا شوفوا الفيديو ده وقلوا اللي لاحظته ولا لا لاحظته حاجة؟ شفت فرق ما بين الاتنين؟ شايفين ما فيش فرق؟ تعالوا شوف الفيديو الجاي انا وانا بتفرج على الاتنين جما بعد كنت شايف ان الايفون الجودة بتاعته احسن بس ما كنتش عارف ايه السبب او ايه اللي مخليها شكلها احسن واحلى من السامسونج لحد ما جيه الفريم ده وطبعا هنا باين جدا الفرق التفاصيل ما بين الاتنين الايفون فيه الوان احسن فيه لون بشرة احسن فيه تفاصيل احسن بكتير جدا من على السامسونج في الفريم ده بالذات هتلون السامسونج كأنه متلون اصلا باللوان فلوماستر خلي بالكو انا هنا بصور 4K 120 فريم في الثانية عادي انا حتى مش مصور دولبي فيجن والفريم اللي جاي كمان هيوريكوا قد ايه التفاصيل على الايفون واضحة واحسن من السامسونج فيديو ده جاي من شايفين في الاول هتحس ان ما فيش فرق ما فيش تفاصيل لكن لما تيجي توقف هنا هتلاقي الكلام اللي مكتوب على العجل بتاع السكيتس واضحة جدا وممكن تقراها لكن على السامسونج انت متقدرش اقراها ومش شاف اصلا ازا كانت دي كلام ولا بس خط ماشي وطبعا انا بعد ما شفت النتيجة دي اتأكدت اكتر من مرة ان انا بصور 4K 120 فريم في الثانية على السامسونج وفعلا كنت بصور 4K 120 فريم في الثانية فعشان كده الايفون فعلا يستهل الهايب على موضوع ان هو السلو موشن اللي بيصوره وما تنسوش ان كمان الايفون تقدر تصور برو ريز 4K 120 فريم في الثانية بس لو بتستخدم هارد اس اس دي خارجي طبعا بما اني بعمل اخطبارات في اخطبار ترسابات بتاعهم في التصوير العادي وفي التصوير في الاكشن مود التصوير العادي لاحص ان الايفون هنا احسن ممكن ما تلاحظش الفرق اوي لكن انا عدته اكتر من مرة هتلاقوا ان سامسونج الصورة عاملة بتتهز كده في الاول كتير اكتر من الايفون ونفس الكلام برضو لاحظته لما شغلت السوبر ستادي مود او الاكشن مود على الاثنين دلوقتي ممكن تكونوا فاكرين بما اننا خلصنا تصوير الفيديو فكده المفاجآت خلصت احب اقولكم استنوا الصور الصور فيها مفاجآت برضو خصصا اول صورة اول صورة سيلفي انا اصلا مش معمول لي فوكس في الايفون وده من الحاجات اللي انا استغربتها انا مش في الفوكس وده حاجات ده كمان اتكررت معي اكتر من مرة وبقى بقى لازم ادوس على وشي عشان يعمل فوكس وخصوصا في تصوير البورتري بس ده هنجيله في قصة تانية لوحده لكن لما التريفون بقى بقى بيعمل علي فوكس فانا شايف ان الاثنين الاداة بتاعهم كويس جدا لكن مع بعض المراحزات البسيطة لو انت بدأ قوي في الصور هتلاحظ ان الايفون هنا احسن من ناحية الالوان ومن ناحية الديناميك رينج وده باين في نون التيشرت بتاعي اللي اسعل على وشي وكمان في الصورة دي هتلاقوا ان الخلفية من كتر الحدة العالية فهي شكلها كارتوني على عكس الايفون شكلها طبيعي اكتر اما في تصوير الصور بالكاميرات الرئيسية فاكتر حاجة استغربتها الكاميرا الالترا وايد على ال S24 Ultra فعلا فجأتني مدياني احسن نتيجة في كل حاجة من ناحية تفاصيل من ناحية الوان من ناحية حتى كمان الحدة زيادة مش موجودة فيها وموجودة على الايفون في الالترا وايد على عكس الكاميرات الرئيسية التانية اللي هي الكاميرا الرئيسية والكاميرا التلفوتو فالتنين مديان اداء كويس جدا ممكن في ظروف هتلاقي الايفون احسن شوية ممكن في ظروف تانية هتلاقي السامسونج احسن شوية لكن مقدرش اقول على افتريفون احسن من التاني في كل حاجة الاتنين مديان اداء كويس جدا فعلا والملاحظة هنا الموجودة برضو من تصوير الفيديو في الصور ان الكاميرا الرئيسية على السامسونج العزل الخلفية الطبيعي مش موجود او ضعيف جدا لكن على الايفون فهو واضح اكتر وقبل ما نشوف صور بورتري عايز اقول لكم على حاجة انا قبل ما اصور بورتري حاولت اتأكد ان الاف او اللي هي محاكاة لفتحة العدسة على الاثنين نفس القيمة او قريبين من بعض هي على السامسونج كانت على اف ثري بوينت او وعلى الايفون اف ثري بوينت تو يعني اعلى شوية لان على الايفون ما كانش فيه اف ثري بالزبط والصور انا ما شفتها ما كانتش منطقية بالنسبة لفتحات العدسة اللي هما الاثنين قصا قريبين او زي بعض بالزبط وزي ما انتو شايفين في صور البورتري المصورة بالكاميرا السيلفي ممكن تفتكر ان السامسونج اصلا مش مصور بورتري لكن هو ده بورتري وده شكل العزل بتاع التريفون بس طبعا هو اقوى بكتير على الايفون وده مش منطقي لان الاثنين مفروض بنفس فتحة العدسة لكن بالنسبة للصور نفسها فالاثنين الاداء بتاعهم كان كويس والعزل الخلفية بتاعهم كان كويس وتحديد الشخص برضو كان كويس ونفس الكلام لاحظه لما صورت بورتري بالكاميرا الرئيسية نفس الفرق اللي هو في تشدة العزل او قوة العزل او كمان شكل العزل او مقدرش اقول ان ده واحد احسن من التاني لان ممكن حد يفضل شكل العزل في الايفون او شكل العزل في السامسونج وده يرجع للاراق والازوار لكن اكتر صورة استغرطتها اللي قدامكم دي دلوقتي ان السامسونج تقريبا مش عامل فوكس عليها مع ان على حسب وضع الكاميرات على التريفون الشجر على الايفون كان مغطي وشي اكتر من السامسونج لكن في السامسونج هنا كان مضيع وشي شوية في الفوكس وقبل ما نروح على الصور المشاهد الطبيعية والتصوير في الاضاءة الضعيفة تعالوا نشوف صور الماكرو مع بعض من اثنين بيصوروا لكن انا شايف ان التفاصيل احسن على الايفون وكمان بيقرب احسن وبيعمل فوكس بمسافة اقل من السامسونج اما في تصوير المشاهد الطبيعية فانا شايف ان الاثنين الماديين اداء كويس جدا واللي اتنين تقدر تعتمد عليهم وخصا في معظم ظروف التصوير ممكن في ظروف زي ما قلت ممكن تلاقي الايفون احسن شوية ممكن في ظروف هتلاقي السامسونج احسن شوية والاختراف مش احسن لو هو حاجة يعني كبيرة او ستريفون سيء الاخترافات ما بينهم هتكون مثلا في الويت بالانس اختلاف في الالوان ممكن تكون ازواء كمان يعني ممكن تفضل الالوان هنا او تفضل الالوان هنا مش الفرق الكبير ما بينهم لكن الفرق بقى الكبير فعلا ما بينهم هتلاحز الفرق هو في الزوم ومش بتكلم على الخمسة اوبتيكال زوم انا بتكلم على عشرة وخمسة وعشرين لان الايفون اقصى حاجة بيقدر صورها هي خمسة وعشرين زوم عشان كده انا اخطبرت الاثنين على عشرة بحسن هتكون مسافة في النص وعلى خمسة وعشرين طبعا دي حاجة ما فيهاش اي مفاجأات في التصوير على العشرة ديشتال زوم السامسونج هنا كان احسن بكتير من الايفون وطبعا لما نشوف الخمسة وعشرين زوم برضو التفاصيل احسن بكتير على السامسونج في صور زي ما شفته الايفون بيدي شوية اداء لكن في بعض الصور الايفون الاداء بتاعه كان سيء جدا نجيبها للتصوير في الاضاءة الضعيفة ودي برضو في حاجات غريبة كانت بتحصل خصوصا في الكاميرا السافي هنا انا شايف ان الالوان وتفاصيل احسن على الايفون لان السامسونج كان مصفر وشي وكان مناعم وشي بشكل كبير لكن لما كنت اصور بورتريب الكاميرا السالفي فالموضوع هنا مختلف تماما لان الايفون الصورة بتاعته سيء جدا سواء حتى في التفاصيل بتاعت وشي اللون بتاع بشريتي وكمان عزل الخلفية نفسه فهو اصلا بايز والسامسونج هنا ماديني اداء اداء احسن من تصوير السالفي بتاع السامسونج العادي. حتى كمان في التفاصيل اللي على وشي واللون بتاع وشي والتنعيمة اللي في وشي. دي حاجة غريبة جدا انا مش قادر افهمها. ازاي الصورة بتديك اداء احسن في التفاصيل بتاعتي. احسن من الكاميرا الصورة السيلفي العادية. اما في التصوير بقى المشاهد الطبيعية في الاضاءة الضعيفة. فانا شايف ان الاثنين من ديين اداء كويس جدا. في الصور لقيتها احسن على الايفون مناحية الالوان والتفاصيل. والاضاءة بتاعت اللي يفت على الايفون برضو شايفها احسن. لكن في معظم التصوير انا شايف ان الاثنين من ديين اداء كويس جدا. وفي صور كانت اصبت على السامسونج من الايفون. المقارنة ديك فعلا كانت مقارنة غريبة وعجيبة وفيها مفاجآت يعني ما كنتش اتوقعها. بحاجات انا مش قادر افهمها وايه سببها. لكن في الاخر انا مقدرش اقول ان فيه تريفون منهم احسن من التاني. فعلا انتو عندوكم المقارنة. شفوها. وشوفوا انتم رأيكو ايه. انهم تريفون بالنسبة لكو احسن. وموضوع بتاع انت مش هتختار تريفون منهم على انه هو احسن في كل حاجة. انت تختار تريفون عشان في الاشياء اللي انت محتاجها. او احسن في الاشياء اللي انت محتاجها. انا بالنسبة لي مثلا م Minnie بيهتم في تصوير الفيديو اكتر مثل صور. ههتم اكتر بتصوير الفيديو فبالنسبة لي الايفون الاحسن. اما بالنسبة للصور فده بقى يرجع للرأيك انت الشخصي. هل انت بتفضل الالوان والويت بانس بتاع السامسونج? هل انت بتفضل الالوان والويت بانس بتاع الايفون? الموضوع فعلا شخصي اكتر من فيه تريفون احسن من التاني في كل حاجة. وتنسوش تكتبولي رأييكم تحت وتعالوا من التناقش ونتكلم. وانا طبعا هرد على كل التعليقات اللي هتكتب تحت. وتنسوش تعملوا لايك وشير. واكتبولي اسئلتكم اللي عايزين تعرفوها في فيديو المراجعة بتاعت الايفون سكستين برو ماكس. ان شاء الله شوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.